او زيت زيتون الاسبان كانوا بيجي ياخدوا من هنا انواع تخيي انا بقولك اهو بقولك معلومة لو متعرفهاش الاسبان كانوا بيجي ياخدوا انواع معينة من الزيتون من هنا او ياخدوها عندهم ويرجعوه لنا بسعر الازازة 20 و 30 دولار وهو ياخدوا هنا يازم بقول كده بترب الفلوس يعني فانت شوف سعر ازازة الزيت وتيجي تقول ايه الزيت اللي اسباني لا يا سيدي ده جاي من هنا قصده جاي من سيوة فسيوة عملوا مصنع او اكتر من مصنع يعني للزيتون زيت الزيتون فبقى النهاردة عندك افضل انواع الزيتون التي يتم تصنعها وانتاجها ومزروعة هنا في واحد سيوة انواع كتيرة وحاجات كتيرة عشان كده عندك تصدير من داخل سيوة حاجة التانية المهمة ايه الملح فيه بحر كامل او بحيرة كاملة هتشوفوها معانا دلوقتي البحيرة دي كلها ملح اجود انواع الملح في العالم موجودة هنا في البحيرة دي اللي انا واقف عندها وبشوف الملح هي دي بياخدوا الملح ده وبيصدروه بالمناسبة قوات المسلحة عاملة مصنع للملح في سيوة المصنع ده تعمل من عدة سنوات اللي انت كمان تستفيد من البيئة اللي موجودة عندك وربنا ما اديك الملح خلي بالحضراتكم ده كمان بتصدر الملح ده بيروح امريكا وبيروح اوروبا بيروح بياخدوا ليه بياخدوا الملح ده فاكرين لم يبقى فيه جليد تلج في الدول الاوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية بيعملوا ايه عشان يمشوا الطرق بالملح الملح ده بي فيه انواع ده واخدينها من مصر من هنا مش مصر كمان من مصر اول لكن كمان من واحد سيوة تحديدا اللي حضراتكم بتشوفوه معنا سيوة فيها خير كتير جدا فعملوا طبعا حركة نقل كثيرة وبضايع كثيرة وتصدير كتير وتعمل ميناء جرجوب تفاكرين سيطر رئيسة معامل ميناء جرجوب والميناء هيعمل ايه الميناء النهاردة ده اللي حضرتك ما كنتش عارف اهميته اهميته وانا بقول لك دلوقتي تصدير وصادرات واحد سيوة عن طريق ميناء جرجوب المراكب بتاخد الاول الشاحنات اللي بتاخد ما عرفش كام طن تنقل هذه البضايع الى ميناء جرجوب فعملوا طريق الطريق ده اللي هو اسمنتي عشان انتو عارفين طبعا النقل ببوض الطرق عادة الطول ما احنا جايين على سيوة بنلاقي هذي العربيات شغالة وعلى الجانب الاخر من طريق سيوة وبالمناسبة احنا دلوقتي تقريبا كل المحاورة الطرق المصرية معمول فيها جزء خاص بالنقل والنقل البضايع الاهم من ده سيوة تحتاج الى مطار مدني قولا واحدا ده موضوع لو احنا بنتكلم على سياحة بجد بجد شرم الشيخ زمان في التمانينات ما كانش في حاجة اسمها شرم الشيخ بعد انتصارات اكتوبر وتحرير سيناء ومن العدو الاسرائيلي ترجمة نانسي قنقر